سادسا تجسد المسيح ليقدم لنا المثل الأعلى للكمال الإنساني هل يوجد نبي؟ هل توجد شخصية عظيمة؟ حكيم؟ أو فيلسوف؟ هل يوجد أي إنسان تحت الشمس استطاع أن يكون معجزة أخلاقية وأن يكون كامل أدبيا لا يوجد أحبائي المسيح علم الفضيلة والكمال ليس فقط بكلامه لكن في شخصه الطاهر المبارك ليكون مثالنا والقدوة التي نتمثل بها حتى يصبح أسلوب ونمط حياة نعيشه أن نسلك مثله من قال أنه ثابت فيه أنه كما سلك ذاك هكذا هكذا يسلك هو أيضا ثم نكون مثله مكتوب أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر كما عبر الرسول بولوس قائلا أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقرؤة من جميع الناس ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة مننا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية وأن نتشبه به مكتوب لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر